نهاردة الحد اللي هو بكرة يعني النهاردة هو بكرة حسن ما تحسبوها يعني بس بمعننا في رمضان فاحنا لسه في اليوم اللي احنا فيه ده اللي هو السبت بكرة الحد اتحاد الكورة هيقعد مع كالوس كيروش المدير الفني المنتهي تعاقده مع منتخب مصر بعد الخروج من تصفية كأس الأعلم الوضع ايه عشان حركوا تبقوا فاهمين الاغلبية العظمى في اتحاد الكورة يرغبون في بقاء كالوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر والاتجاه الاتجاه نحو مفاتحة الرجل في تجديد تعاقده او عقد جديد يعني مع منتخب مصر طيب الراجل عنده طلبات اهمها تقليص عدد الاندية في الدور الممتاز اهم هذه الطلبات تقليص عدد الاندية في الدور الممتاز وده اقتراح عظيم وده اقتراح يوديك بس لنقطة في منتهى الاهمية اهمية الراجل ده مش بس انه يبقى مدرب للمنتخب اهمية الراجل ده انه يزبط لنا المنظومة اللي متلقبطة بقالها كم سنة بتاعة الكورة في مصر كم سنة اندية كتير في الدوري الدوري ما يستحققش كل الاندية ده بس طبعا انت عشان تعمل ده انت هتخش في قصص وحكايات انك لازم تغير بقى نظام الهبوط وتهبط خمس فرق وتلاقي اعتراضات وتلاقي مشاكل وممكن تقول محدش يعني هتخش في قصة كبيرة محتاجة كارات حازمة حاسمة لو احنا بنتكلم فعلا في تطوير الكورة المصرية ده واحد اتنين اتكلم كمان عن عدد الاجانب في الفرق في الكورة المصرية وان كنت مختلف مع هذا الامر انا اقول لكم رأيي في هذا الامر قبل كده ان انا مع فكرة فتح باب الاستراض زي ما انت تصدر تستورد بس دي ليها قصة وحكاية اقول لكم هنستنى وقت اطول شوية نتكلم فيها مع المختصين ولكن هو شايف انه الاجانب ممكن يقله شوية عمتا اكيد مش دي طلباته بس هيطلب حاجات تانية ما ظنش ان طلباته هتروح لامور مالية وادارية كثيرة ولكن هتبقى امور تتعلق بالنظام الكورة في مصر عشان تضمن يبقى عندك منتخب محترم عشان تضمن ان انت يبقى عندك لعبين بكواليتي محترم لازم المنظومة يحصل فيها بعض التطوير او كثير من التطوير كثير من التطوير عشان الامور تبقى صحيحة نحس ان احنا النهاردة كان فيه اربع او خمس لعبين من المنتخب السنغالي بلعبوا مباراة في الدورة الانجليزية قسيين في فرقهم طبعا بقى الدوريات هتلاقي اللاعبين بتقوم قسيين في في الفرق اللي بلعبوا ليها هتلاقي فانا قصد انه احنا محتاجين محتاجين تغيير قوي جدا في كل حاجة همليقول الكلام ده احنا النهاردة هديين ومبسوطين وفترين في طار حلو لو اكل محشي اللي هو اجل شوية رؤاء اللي هو واكل حمام وبط كلنا مبسوطين وفرحانين النهاردة واليوم نطيف عشان بس انا كل ما حد يفتح كلام في هذا الامر تسمع لأ ما تقولش كده ما ينفعش واذا ده الصح وتلاقي خناقب نون داعي احنا كلنا عايزين ايه عايزين منتخبنا يبقى احسن منتخب في الكار وينافس كمان في بطرات العالمية ويلعب بكرة حلوة كلنا ده هدفنا كلنا بدون بقى ما كل شيء نعد نقول ده اللي غلطان وده اللي غلطان لا تعالوا مع بعض نتكلم مع بعض نشوف ازاي نطور ما انا ممكن يبقى ليه قراء ازاي يبقى تلكم انا متمسك جدا بفكرة ان يبقى عندنا محترفين كتير في مصر نجيبهم من برا عشان نعرف نطلع لعبين كتير برا مصر ده رأيي بس ممكن حد يقول لي بالدليل انت رأيك ده غلط عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة فانا اقول له لا بس انت الرأيي بقى اللي انت قلته ده ممكن يبقى فيه مشكلة واحدة انت هتبع نقنع بعض نفهم بعض نستشير بعض ننفكر مع بعض انا مش بتكلم علينا احنا كاعلميين او مسئولين في اتحاد الكورة لا حضرتك كمان كمشجع عادي خالص بتخش تكتب عندك على اكام تلك اقتراح تعال نشوف اقتراحات ونفكر ونشوف ونكتهد كلنا عشان منتخبنا يبقى في افضل حال